خص المغاربة فريق اتحاد العاصمة الجزائري لكرة القدم وطاقمه بحفاوة استقبال يتقدمها الحليب والتمر وشعارات الترحيد وهي فعل ترحيبي مألوف جدا لدى الشعب المغربي الذي قرر هذه المرة أن يضع خلف ظهره السلوك المهين الذي تعرض له فريق النهضة لبركانية بمطار هواريب ومدين الأسبوع الماضي بسبب أقمصة تتضمن خريطة لمغرب الكاملة ما عرقل إجراء لقاء ذهاب نصف نهاء كأس الكث بين الطرفين الرياضيين ويد أن الترحيب بالاتحاد الرياضي الإسلامي للجزائر العاصمة الذي نال إعجاب المغاربة على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة أثبت إصرار المغاربة على عدم القيام بأي رد فعل ينافي قيمهم